الى اللقاء صباحي اليومي مع ريتا كوري ريتو المجرد للمغاردين صباحاً وفي كل الأوقات مش رح ننسى المغاردات بطبيعة الحال أهلاً بما ننضم للإستماع إلى ريتويت منتكار للدولية موعد يومي في مثل هذا الوقت نستعرض فيه بعض أبرز الأحداث من وجهة نظر مستخدمي شبكة التواصل ونعرض لكل جديد في عالم الإنترنت محمد كالاشتورة في قناة في حلقة اليوم هاشتاغ الضاحية الجنوبية وهاشتاغ هنا الضاحية صباح الخير تفجيران إرهابيان في ضاحية بيروت الجنوبية في شارع مكتظ بالسكان في الساعة الظروة تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية أو دياء بحياته 45 شخصاً وجرح أكثر من 200 الجيش اللبناني أكد العثور على جثة إرهابي الثالث لم يتمكن من تفجير نفسه لم يتأخر مستخدمه فيسبوك وتويتر في التفاعل في حساب الإعلامية ديانا مقلد على فيسبوك نقرأ التالي أي جولة في فيسبوك وتويتر على هاشتاغات لها علاقة بالانفجار تكاد تصيب المتابع لماسنجها بشدة الشحن والكراهية السنية الشيعية فيها عداد الضحايا إلى ارتفاع ومعه يعلو منسوب الأمراض العضال في عقول نايل عن كل من برر وشمت وفرح أي قضية عادلة لا يدافع عنها بموت آخرين تراقب التايم لاين يا أخي ولا تدري فعلا كيف استوطن كل هذا الحقد العقول هناك فيديو انتشر قيل إنه مفرقعات احتفالات بالتفجيرين تبين لاحقا حسب جريدة السفير أنه التقط في أحد الأعراس ولا علاقة له بالتفجيرين السفير وصفت مراسل الجزيرة أحمد زيدان بصاحب الخطاب المذهبي واعتبرت أن حسابه على تويتر قاد حملة الاحتفال بالتفجيرين بعدما نشر هذا الفيديو قائلا إن التفجيرين أكثر احترافية من التفجيرات السابقة مسح التغريدة لاحقا إزلاقت احتجاجا واسعا دائما حسب السفير ليعود ويدين من أسمهم قتلت سوريين من حزب الله تغريدات خليجية كثيرة دخلت على الخط لم تخلهي الأخرى من الشحن تقابلها التغريدات كتلك التي أرسلها مثلا حساب الدرجة العربية تحمل صورتين لتغريدتين أرسلتهما المغاردة حنان البرات الأولى تحت هاشتاك تفجير مسجد نجران والثانية تحت هاشتاك تفجير أضحية الجنوبية تناقض لخصه صاحب الحساب بتغريدة واحدة قل تغريدتين لنفس الشخص وأمثاله بالآلاف حين تضرب داعش الوطن هو إرهاب أما خارج الوطن فمبارك فعلهم إلى السعودية حيث ضبطت الجمارك 48 ألف عبوة بيرة متنكرة متنكرة بغلاف أحد أشهر المشروبات الغازية حيث كان يحاول أحد الأشخاص تهريبها ورغم أن التنكر كان شديد الاحترافية إلا أن إجراءات معينة أدت إلى وقوع المهرب في أيدي السلطات صور علب البيرة المغلفة بملسقات علب البيفسي تزين التايم لاين منذ يوم أمس بالأزرق والأخضر مشيرة كتبت البيرة حرام على الناس العادية والفقراء وحلال للأمراء والأغنياء خبر أي قد يهرب مخدر الكيبتاجون في بيروت وتسأل بعض المغاردين عن تتمة الحكاية جوجلت يا أعزاء فيصل قال وذهبت البيرة إلى بطون الجمارك عمر علق قائلا هذا الذي تم ضبطه فما بالكم بالذي لم يتم ضبطه محمد سمير الجند يعتبر أن الأمر لا يحتاج فهلة وأكيد أحد المهربين بلغ عنه أما الباحث الستراتيجي هيك اسم الحساب فاعتبر أعتقد أن هذا الفعل لا يقدر عليه أشخاص العبوة مغلفة بطريقة احترافية عمل دولة تريد انتشار الخمور بين المسلمين ودائما المستهدفة السعودية لأنها الوحيدة في العالم التي تمنع شرب وتجارة وتصنيع الخمور وأمجد أخيرا قال السعودية تمنع الخمر وتصدر الوهبية للعالم شركة فيسبوك أطلقت يوم الأربعاء تقريرها السنوي المتعلق بطلبات الحكومات الحصول على البيانات الشخصية لبعض مستخدمي الموقع وتبين أن هذه الطلبات سجلت ارتفاعا في النصف الأول من عام 2014 بلغت نسبته 18% مقارنة بنصف الثاني من العام 2014 كثير النسبة الحكومات عندما تريد أن تكون أمنا الغولة الجزء الأكبر من الطلبات جاء من وكالات أمريكية أي أكثر من 60% من الطلبات عالميا استنادا إلى ما أوردته البوابة العربية للأخبار التقنية فيسبوك أزال أيضا أكثر من 20 ألف منشور ينتهك القوانين المحلية للدول كمان ضعف المنشورات التي مصحت عام 2014 حكومة اللبنانية طلبت بيانات مستخدمين اثنين بس ينوسى ولكن لم تنى المبتغى هل عراق طلب بيانات مستخدم واحد وسلمه فيسبوك هذه البيانات المشكلة ترد الأخبار من دون ما تعرف مين كيف ليش وعملوا فيهم أو أنني لم أبحث جيدا فيسبوك بكل أحوال رفض طلب مصر الكشف عن بيانات أربعة مستخدمين الإمارات طلبت ست بيانات منتبهت منتبهت صراحة ما تخزوني إذا سلم فيسبوك البيانات أولاء السعودي ولا طلب طلبت إزالة نحو سبعة منشورات الرقم يتغير كثيرا في تونس كلاش التي طلبت بيانات تمانية وأربعين حساب وفيسبوك لب طلبة أما إسرائيل فطلبت الكشف عن بيانات ميتين وسبعة وثلاثين حساب وقالت فيسبوك في تقريرها إنها لبت تلاتة وستين بالمئة من هذه الطلبات لوموند عنونة انفجار في عدد المحتوى المحذوف على فيسبوك في فرنسا وذلك في الأشهراء ستة الأولى من عام 2015 حيث تم حذف ميتين وخمسة وتسعين منشور بطلب من السلطات الفرنسية مقابل تلاتة عشر بس بالأشهر الستة السابقة هذا الصعود المدهش ترده الصحيفة إلى دخول قانون مكافحة الإرهاب حيث التنفيذ والذي يتيح للشرطة وليس فقط للقضاء سحب منشورات تمجد الإرهاب مثلا في المقابل في المقابل تذكر صحيفة أن عدد طلبات بيانات المستخدمين في فرنسا بقية مستقرا إلى حد ما طلبات الكاشف عن البيانات شملت 2847 في الأشهر السيبتة الأولى من السنة مقابل 2885 في الفترة السابقة وفيسبوك لبت نحو 42% من هذه الطلبات تبدو مسألة جفافية الشركات أمر جيد لطمأنة المستخدمين نوعا ما أقول نوعا ما خصوصا أن كل الشركات بدأت منذ أكثر من سنة تنشر هذا النوع من التقارير فيسبوك تويتر جوجل مايكروسوفت إلى آخره يبقى أن نشير في نهاية هذه الحلقة إلى دراسة دنماركية تشبه أخرى سابقة أمريكية مفادها لتعيش بسعادة أكثر بلا فيسبوك فيسبوك متهم بالتأثير على قلة تركيز بؤس الحياة الاجتماعية وغير ذلك من المآسي التي يمكن أن نلقيها على ظهر هذا المسكين يا حرام دراسة أظهرات أن الأشخاص الذين عاشوا بلا فيسبوك أسبوع كامل كانوا أكثر سعادة من الآخرين العينة كانت من نحو ألف شخص حكمة الدراسة المقارنة بالأصدقاء لا تؤدي إلى درب الحكمة تركيز على ما يملك أو يفعل الآخرون بدل التركيز على ما نملك ونفعل ليس طريقا إلى اللقاء شكرا